نروح للموقع الإلكتروني لجريدة الشروق تحت عنوان الكهرباء تنفي وجود أي صفحات لنائب الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما تردد مؤخرا من معلومات تم استياقها من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة غير صحيحة وقالت الوزارة في بيان لها الأحد أنه لا توجد صفحات على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تخص نائب وزير الكهرباء مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه الصفحات مجددة تأكيدها على أن أي معلومات تخص الوزارة يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية نفس فكرة الشائعات وصل التواصل الاجتماعي هو كان خبر نزل أنه صفحته بدء تلقي الطلبات على إدخال العددات الكدية في العقارات المخلفة فده طبعا عمل فرقعة جمدة وكده فحتة برضو أنه مزائل للتواصل الاجتماعي واستخدامها استخدام سيء وناس كتيرا بتستغل لها على أنها تروج لحاجات معينة تعمل بلبلة في ملفه معين فده محتاجة الحقيقة يعني دراسة جميلة نحن كمان الوعي ده نستخدم الوسائل للتواصل الاجتماعي دي ازاي استخدام مواقع التواصل حتى في الإرهاب وزايد أكد أن الخبر ده صح أو خلط يبقى عندي القدرة أن أنا فرق اللي دقوا المصريين من مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المعدية المفروض أنه كان يخلي عندنا جوانا الدافع والخبرة أننا نتحرط دقة من أي خلط